بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي و بناتي طالبات و طالبات سنة العامة أهلا بكم اللي قدامك السؤال السابع باء من الوحدة الثانية في الاستاتيكا السؤال بيقول في الشكل المقابل إذا كان عزم القوة 50 نيوتن حول النقطة ألف يساوي 100 جزل 3 نيوتن صمتي تمام فإن ألف باء يساوي كام سنقول له أن عزم القوة 50 نيوتن حول النقطة ألف يساوي 100 جزل 3 هذا كلام كويس جدا يعني جيم ألف تساوي 100 جزل 3 نيوتن صمتي طب حضرتك بقى تقدر تقول لي العزم عبارة عن إيه قاف البعد العمودي زي ما أنتم عارفين قاف البعد العمودي طيب هي فين قاف طبعا قاف اللي هي 50 نيوتن دي طيب فين بقى البعد العمودي ما بينها و ما بين ألف طبعا انت لو خدت الخط ده وامتد بكده لحد الآخر طبعا دي 60 هتبقى دي 60 فده يأكد ان دي كام 90 فطبعا فين البعد بقى اللي هو ده طيب البعد ده هيبقى طوله هو ده البعد العمودي طب هو الوطر ده بكام هذا السؤال المهم فطبعا هيبقى البعد ده عبارة عن ألف بقى جاتة كام جاتة 30 تمام هيبقى البعد العمودي ده اللي بنتكلم عليه هو ألف بقى اللي هو الوطر جاتة 30 وبالتالي فهنقوله هنا ان الخمسين للقوة حاصل ضرب ألف بقى جاتة 30 هتساوي 100 جز 3 طب معنى هذا الكلام ان الألف بقى لو انا حبيت اجيبه هيبقى 100 جز 3 قسمة 50 ضرب جاتة 30 ودي بالقال الحسبة تطلع أربعة سمتي وبالتالي الألف بقى هتبقى بأربعة سمتي يعني الإجابة رقم جيبه ده السؤال السابع بقى أتمنى وأرجو انك تكونوا فهمتوا طريقة حل السؤال ونبص مع بعض على السؤال الثامن في التوقعات السؤال الثامن بيقول إذا أثرت القوة قف في مستوى المستطيل ألف بقى جيم دالي مستوى المستطيل ألف بقى جيم دالي وكانت ميم هي نقطة تقاطع قطرية وكان جيم ألف بسالب 28 نيوتن متر وجيم ميم 24 نيوتن متر فإن الجيم جيم بكام اللي هو العزم يعني عندي جيم خد بالك أنه لما يكون عندي مستطيل زي ما أنت شايف كده ألف بقى جيم دال وميم نقطة تقاطع قطرية العزم هنا عند ألف بيقولي العزم عند ألف بسالب 28 نيوتن متر ركز معي والعزم عند ميم ب 24 نيوتن متر فعايز يقولي العزم عند جيم بكام العزم عند جيم بكام بالعقل كده طالما الميم في المنتصف زي ما أنت عارف يبقى العزم عند جيم زائد العزم عند ألف هيسوي اتنين العزم عند ميم دي قاعدة ولازم تكونوا فاهمي الكلام ده إن هنقوله كده بما أن الميم منتصف ألف جيم يبقى العزم عند ألف زائد العزم عند جيم بيسوي اتنين العزم عند ميم طب العزم عند ألف بكام بسالب 28 طب العزم عند جيم أنا مش عارف طب العزم عند جيم ب24 ضرب اتنين يعني 8 وكام واربعين طب أنا عايز أجيب كده العزم عند جيم هنودي السالب 28 هناك هتبقى 48 زائد 28 هتطلع 76 نيوتن متر 76 نيوتن متر دي اللي قال إجابة رقم دال اللي قال إجابة رقم دال طيب أرجو أنك تكونوا فهمتوا طريقة حل السؤال نبص مع بعض في السؤال رقم 9 السؤال زي ما انتم شايفين بيقول لي الشكل المقابل عزم القوة 18 نيوتن حول النقطة ألف عزم القوة 18 نيوتن حول النقطة ألف بيساوي صفر بيساوي صفر فإن الزا سيتا بتساوي كامل خد بالك معايا عشان تفهم السؤال ده كويس لما أقول لك إن عزم خد بالك من الكلام عزم قاف اللي هي بتساوي 18 نيوتن حول ألف بيساوي صفر ده معناها إيه؟ معناها إن ألف دي بتنتمي مين؟ لخط عمل القوة لخط عمل إيه؟ القوة قاف يعني الألف دي بتنتمي الخط عمل القوة قاف هادي أول معلومة يعني أنا ممكن أمشي كده خط عمل القوة قاف كده امتداده هيبقى عند ألف آه شوفت بقى؟ هادي كده بدأنا نفهم طب ودي سيتا تبقى دي سيتا يا أستاذ بالتناظر آه تبقى دي سيتا تبقى دي سيتا يبقى أنا إيه اللي عرفت إن ألف على نفس امتداد الخط؟ إنه قال لي إن عزم القوة قاف حول ألف بيساوي صفر فدي معناها إن عزم القوة يبقى دي معناها إن الألف بتنتمي الخط عمل القوة قاف يبقى الخط ده امتداده عند ألف ويبقى هنا سيتا ويبقى دي سيتا بالتناظر طب ويبقى إنت عايش زي بقى حضرتك إزا سيتا مقابل على مجاور يعني 2 على كام؟ 2 على 4 يعني 1 على كام؟ يعني 1 على 2 طب دي معناها إن الإجابة هتبقى مين؟ الإجابة هتبقى جيم أتمنى أنك تكونوا فهمتوا طريقة حل السؤال نشوف السؤال الرقم 10 مع بعض في الشكل المقابل إذا كان عزم القوة التي مقدارها قاف حول نقطة واو بيسوى عزم القوة اللي مقدارها 50 حول نقطة واو فإنها قاف بكامل ده سؤال مهم يعني أنت بتقول لي عزم القوة عزم القوة التي مقدارها قاف حول نقطة واو بيسوى عزم القوة لمقدارها 50 حول نقطة واو طيب ما تيجي كده نجيب عزم القوة لمقدارها قاف حول نقطة واو هتبقى قاف ضرب من البعد العمودي فين يا أستاذ البعد العمودي البعد العمودي هيبقى ده ليه ستقول لي ده هاتي امتداده كده لحد الاخر واطلع بالواو دي كده فوق هيبقى الخط ده هو نفس الخط ده طيب الخط ده اللي هو هيبقى كام الوطر مية هيبقى ده مية جا تلاتين عشان هو قدام الزاوية تلاتين هيبقى مية جا تلاتين يبقى ده اول خطوة طيب بعد كده عايزين بقى عزم القوة المقدرة خمسين بالنسبة لنقطة مين واو هيبقى ده هيبقى مية جا تلاتين هيبقى هيسوى خمسين ضرب مية جا تلاتين يبقى هي ده الفكرة هي ده الفكرة ببساطة ان هيبقى بالنسبة القافل بعض هيبقى ده بعض العمودي بالنسبة النقطة توقع هتقول لي ازاي مش هو ده لا هقولك ما وتعالى بقى هتنتداده كده ما شيء هيبقى ده طب ما هو الضلع ده هو نفسه الضلع ده افهم الكلام طب والضلع ده اللي هو ده اللي هو يبقى عبار عن إيه 100 جا 30 طب بالنسبة للقوة 50 بالنسبة للقوة 50 هيبقى ده البعض اللي هو 100 جا 30 طب في هذه الحالة لو أنا حبيت أجيب القاف هيبقى القاف هتسوي 50 ضرب 100 جا 30 قسمة 100 جا 30 في هذه الحالة هتطلع طبعا المية مع المية وهنا جا 30 وهنا جا 30 بنص هيبقى درب 50 بمية هيبقى 100 ضرب جزر 3 على 2 هتطلع 50 جزر 3 طب 50 جزر 3 دي يا شباب اللي هي الإجابة رقم بق أرجو أنك تكونوا فهمتوا طريقة السؤال نبص مع بعض في السؤال رقم 11 بيقول لي إذا كان ألف دال بينصف زاوية ألف ألف دال بينصف زاوية ألف تمام والقوة قف ألف دال بنصف زاوية ألف والقوة قف بتقع في مستوى المسلس ألف بقى جيب في قوة قف هنا بتقع في مستوى المسلس وكان العزم عند بق بخمسة وحدة عزم والعزم عندي جيم بعشرة وحدة عزم والعزم عندي دال بسبعة وحدة عزم وكان ألف بقى بتمانية سنتي فإن ألف جيم نقط سنتي عايزين نعرف ألف جيم ده كام سنتي طيب أنت قلت العزم عندي بقى بكام العزم عندي بقى بخمسة والعزم عندي جيم بعشرة طب ده يفهمني إيه هنقول له أولا أنت بتقول إن القف القوة قف تقع في مستوى الإيه المسلس يبقى عندي نقطة با ودال وجيم با ودال وجيم على استقامة إيه على استقامة واحدة ده حاجة إحنا عارفينها واضح أو من قدام طب وده معناه إيه ده سؤال مهم أول أو الحتة دي مهمة جدا معناها إيه بقى معناها إن العزم عندي بقى ضرب العزم عندي بقى ضرب دالجيم ركز معايا ضرب دالجيم زائد العزم عندي جيم ضرب دالبق أيوة بيساوي إيه بيساوي العزم عند دال ضرب بقى جيم ودي قاعدة إحنا واخدينها دي قاعدة إحنا واخدينها طالما القاف بتقع في مستوى المسلس والعزم وبقى ودال وجيم على استقامة واحدة زي ما أنت شايف يبقى العزم عندي بقى ضرب دالجيم زائد العزم عندي جيم ضرب دالبق بيساوي العزم عند دال ضرب بقى جيم طب ما تيجي كده نجيب العزم عند بقى ضرب دالجيم العزم عندي بقى بخمسة ี่ بقى خمسة ضرب دالجيم زائد العزم عند جيم بعشرة عشرة ضرب دالبق يساوي العزم عندي سبعة ضرب بقى جيم يعني حضرتك عايز تقول إن 5 دا الجيم زائد 10 دا البق بتساوي 7 7 نشيل بقى البق جيم ونحط مكانها البق دال زائد دال جيم يبقى 5 دا الجيم زائد 10 دا البق هتساوي 7 بق دال زائد 7 دا الجيم طب و دي معناها إيه دي معناها إن أنا ممكن أودي السبعة دي هنا فيديني 3 دا البق والدال جيم الخامسة دي أوديها هناك فتبقى 2 دا الجيم و دي معناها إيه برضو إن الدال بق على الدال جيم هتساوي 2 على 3 طيب بين كده إن فيه نسبة تضحت ما بين البق دال والدال جيم كام لكام 2 إلى 3 طيب تقدر تقولي بقى أنا استفدت إيه إن النسبة بينهم 2 إلى 3 خد بالك إن ألف دال دا بينصف زاوية ألف أه فعلا ألف دال بينصف زاوية ألف طيب ما إحنا واخديين نظرية واخدينها في قولة السنة وبتقول إيه لما يبقى ألف دال بينصف زاوية ألف يبقى إيه يبقى البق دال على الدال جيم بيساوي البق ألف على الألف جيم دي حاجة قاعدة واخدينها طيب إن تقيل إن البق دال على الدال جيم ب2 على 3 آه يعني أنا ممكن أشيل البق دال دي والدال جيم وحط مكانهم 2 على 3 هيبقى 2 على 3 هيساوي البق ألف على الألف جيم طيب ما إنت أقيل إن الألف بق بتمانية الألف بق بتمانية على الألف جيم يبقى أنا أقدر أجيب الألف جيم بسهولة تمانية ضرب 3 قسمة 2 يبقى تطلع 12 سنط 12 سنط دي اللي هي الإجابة رقم جيم الإجابة رقم جيم أرجو إنك تكونوا فهمتوا طريقة السؤال ونبص مع بعض في السؤال رقم 12 الشكل المقابل لقدامكم أدي شكل هندسي أقدر أفهم منه من هندسة الشكل إن الألف هتساوي كام 0 و2 و2 هدي أول معلومة الألف بكام بصفر و2 و2 طيب دي الألف بصفر و2 و2 طيب لو أنا قلت لك البق بكام هتقول لي بسالب 1 و2 وصفر طيب إش ما أنا اخترت الألف والبق يا أساد ذا لأن الألف والبق بيأثر فيهم قوة قاف طيب ما تقدر تجيب لي ألف بق متجة ألف بق متجة هيبقى رقم بق نقص الألف هتطلع بسالب 1 وصفر وسالب 2 طيب تقدر تجيب لي القوة قاف ده يفكرني بالسؤال اللي حنا شرحناه من في الفيديو السابق هيبقى قاف معيار قاف ضرب قلب بق متجة على معيار قلب بق متجة وده هيطلع 14 جزر 5 اللي أنا منتهالك ضرب قلب بق متجة اللي هو سالب 1 وصفر وسالب 2 على معيار 1 زائد صفر زائد 4 وده هيطلع لي في الآخر سالب 14 وصفر وسالب 28 دي اللي هي قاف طيب حضرتك عايز إيه أنا عايز العازم عند بالنسبة لنقطة واو وإحنا السؤال ده شرحناه شبهه هيبقى وهو ألف متجة ضرب اتجاه القوة قاف يعني وهو ألف اللي هي الألف اللي هي صفر واثنين واثنين ضرب اتجاه القوة قاف اللي هي سالب 14 وصفر وسالب 28 وعشرين وده يطلع لو أنا جيت عملتها لك بالمحدد متجه سين متجه صاد متجه عين صفر اتنين اتنين سالب 14 صفر سالب 28 وعشرين فده هيطلع في الآخر بسالب 56 متجه سين ناقص 28 متجه صاد زائد 28 متجه عين وده بيأكد لي إن الإجابة عندي هنا هي رقم ألف الإجابة رقم ألف أرجو إنك تكونوا فهمتوا طريقة حل السؤال واستنوني في السؤال القادم في التوقعات